في تطور خطير تتخذ الحكومة اللبنانية خطوات تصعيدية بحق اللاجئين السوريين الأمر الذي يزيد المخاوف لديهم عقب بدء الأجهزة الأمنية تسليم ضباط منشقين إلى سلطة الأسد الحكومة اللبنانية لم تكتفي بترحيل اللاجئين السوريين إلى مناطق سلطة الأسد وحسب بل أصبحت تسلمهم باليد إلى سلطة الأسد صحيفة ليفانت نيوز نقلت عن مصادر لم تسمها إن مخابرات الجيش اللبناني فرع أبلح قام بتسليم الضابط المنشق عبدالله عبدالسلام الزهوري الذي اعتقل في أواخر شهر أيار الفائت من مخيم الملعب في عرسال من قبل المخابرات اللبنانية إلى الفرع 291 التابع لسلطة الأسد دون عرضه على الأمن العام اللبناني كما تم اعتقال سعد الزهوري خلال ذهابه لحضور جلسة محاكمة في المحكمة العسكرية وتحويله إلى الأمن العام واتخذ قرار بتسليمه من مدير الأمن العام حادثتان تشير إلى أن الحكومة تتخذ مرحلة جديدة في التعامل مع المعارضين لسلطة الأسد خاصة المنشقين عنه وعدم الأخذ بعين الاعتبار حساسية تسليمهم حملة الأتقالات تأتي ضمن تصعيد تقوم به الأجهزة الأمنية اللبنانية ضد اللاجئين السوريين إضافة إلى خلق ذرائع لتبرير ممارساتها الجيش اللبناني قال عبر صفحته على منصة X إنه تم إيقاف أكثر من خمسمائة شخص من مختلف الجنسيات لتورطهم بجرائم وجنح متعددة إضافة لضبط أسلحة وذخائر وكميات من المخدرات وكاميرات مراقبة كما أعلن في إحصائية عن توقيف أكثر من ألف سوري خلال شهر أيار الماضي حاولوا الدخول إلى البلاد بطريقة غير شرعية وعلى الصعيد السياسي أشار رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال خلال لقائه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن مسار حل مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان سوف يتسارع عاقب الانتخابات الأوروبية في حين تبدو أن تلك التصريحات لم تحدث أي تداعيات ملموسة فرغم التحذيرات الدولية أن سوريا ليست بلد آمن لعودة اللاجئين السوريين تستمر الأجهزة الأمنية والحكومة اللبنانية بترحيل السوريين إلى مناطق سلطة الأسد دون أي تحرك فعلي ينهي معاناتهم وهو ما يدفع بالمزيد من السوريين ربما للبحث عن طرق للهجرة والهروب نحو بلد جديد ترجمة نانسي قنقر